بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعاني شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان أضواء من فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية في العقيدة للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله الدرس الثالث والثمانون الحمد لله على فضله وإحسانه أرسل رسوله بالهدى ودين الحق فبلغ الرسالة وعلم من الجهالة ومصر من العمى والضلالة صلى الله عليه وعلى صحبه وآله إلى يوم الدين وبعد فقد رد الشيخ رحمه الله على جماعة المتكلمين الذين يهونون من أدلة القرآن ويجعمون أنها أدلة خبرية يتوقف العلم بها على صدق المخبر وليست أدلة عقلية يقينية بزعمهم يقول رحمه الله في هذا الموضوع لأنه سبحانه لم يدل عباده بالقرآن بمجرد الخبر كما يظنه طوائف من أهل الكلام يظنون أن دلالة القرآن إنما هو بطريق الخبر والخبر موقوف على العلم بصدق المخبر الذي هو الرسول والعلم بصدقه موقوف على إثبات الصانع والعلم بما يجوز ويمتنع عليه والعلم بجواز بعتة الرسل والعلم للآيات الدالة على صدقهم ويسمون هذه الأصول العقليات لأن السمع عندهم موقوف عليها وهذا غلط عظيم وهو من أعظم ضلال طوائف من أهل الكلام والبدع فإن الله سبحانه بيّن في كتابه كل ما يحتاج إليه في أصول الدين قرر فيه التوحيد والنبوة والمعاد بالبراهين التي لا تنتهي إلى تحقيقها التي لا ينتهي إلى تحقيقها نظر إلى أن قال وأما الآيات المشهودة فإن ما يشهد وما يعلم بالتواتر من عقوبات مكذب الرسل ومن عصاهم ومن نصر الرسل وأتباعهم على الوجه الذي وقع وما علم من إكرام الله تعالى لأهل طاعته وجعل العاقبة لهم وانتقامه من أهل معصيته وجعل الدائرة عليهم فيه عبرة تبين أمره ونهيه ووعده ووعيده وغير ذلك مما يوافق القرآن ولهذا قال تعالى هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا إلى قوله فاعتبروا يا أولي الأبصار فهذا بين الاعتبار في أصول الدين وإن كان قد تناول الاعتبار في فروعه وكذلك قوله تعالى قد كانت لكم آية في فئتين التقتاء فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى إلى قوله إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار ثم بين رحمه الله فائدة العمل بالعلم ومضرة ترك العمل به فقال وأما العمل فإن العمل بموجب العلم يثبته ويقرره ومخالفته تضعفه فلقد تذهبه قال الله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم قال تعالى ونقلب أفيدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة قال تعالى ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيت الآيات وقال قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سول السلام الآية قال تعالى إذا رسخ في القلب أوجب خشية الله لا محالة فإنه لا بد أن يعلم أن الله يثيب على طاعته ويعاقب على معصيته كما شهد به القرآن والعيان وهذا معنى قول أبي حيان وهذا معنى قول أبي حبان التيمي أحد أتباع التابعين العلماء ثلاثة عالم بالله ليس عالما بأمر الله وعالم بأمر الله ليس عالما بالله وعالم بالله وبأمره فالعلم بالله فالعالم بالله الذي يخشى الله العالم بالله الذي يخشى الله والعالم بأمر الله الذي يعرف الحلال والحرام وقال رجل للشعب أيها العالم فقال إنما العالم من يخشى الله وقال عبد الله بن مسعود كفى بخشية الله علما وكفى بالاغترار بالله جهلا والنوع الثاني من أنواع العلم العلم بالأحكام الشرعية كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترخص في شيء فبلغه أن أقواما تنزه عنه فقال ما بال أقوام يتنزهون عن أشياء أترخص فيها والله إني لأعلمكم بالله وأخشاكم له وفي رواية والله إني لأخشاكم لله وأعلمكم بحدوده فجعل العلم به هو العلم بحدوده وقريب من ذلك قول بعض التابعين في صفة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه حيث قال إن كان الله في صدري لعظيما وإن كنت بذات الله لعليما وأراد بذلك أحكام الله فإن لفظ الذات في لغتهم لم يكن كلفظ الذات في اصطلاح المتأخرين بل يراد به ما يضاف إلى الله كما قال خبيب رضي الله عنه وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزع ومنه الحديث لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات كلها في ذات الله ومنها قوله تعالى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وهو عليم بذات الصدور ونحو ذلك فإن ذات تأنيث ذو وهو يستعمل مضافا يتوصل به إلى الوصف بالأجناس فإذا كان الموصوف مذكرا قيل ذو كذا وإن كان مؤنثا قيل ذات كذا فإن قيل أصيب فلان في ذات الله فالمعنى في جهته ووجهته أي فيما أمر به وأحبه ولأجله ثم إن الصفات لما كانت مضافة إلى النفس فيقال في النفس أيضا إنها ذات علم وقدرة وكلام ونحو ذلك حذفوا الإضافة وعرفوها فقالوا الذات الموصوفة أي النفس الموصوفة ثم تطرق الشيخ رحمه الله إلى البحث في الصفات هل هي زائدة عن الذات أو لا وذكر الخلافة في ذلك مطولا مما لا يتسع المجال لذكره في هذه الحلقة وقد تبين مما سبق اقتباسه أن علم الكتاب والسنة هو العلم الصحيح المفيد لليقين لا قواعد المتكلمين لأن علم الكتاب والسنة تنزيل من حكيم حميد وأما قواعد المتكلمين فهي من وضع البشر وتخرساتهم فلا يجوز الاعتماد عليها في أسماء الله وصفاته ودينه وشرعه لأنها كثيرا ما أوقعت في أوهام وقد ضمن الله سبحانه وتعالى الهداية لمن تمسك بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم قال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى وقال في حق نبيه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات والأرض قال تعالى فمن اتبعه دايا فلا يظل ولا يشقى جعلنا الله من المتمسكين بهدي كتابه وسنة نبيه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وإلى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته